موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى عدد جديد من حصتكم ضيف التحرير أيام قلائل وتنقض الأجال المحددة للحملة الانتخابية تجاوزات كثيرة وخرقات سجلت ولمعرفة ما يترتب عن هذه الخرقات يحضر معي المحامي والناشط السياسي الأستاذ عمار خببة أهلا بكم سيدي أهلا بك وبركة المشاهدين شكرا سيدي بداية هناك وزراء يقومون بالحملة الانتخابية يعني القانون هنا هل يلزم الوزراء بالاستقال من مناصبهم أثناء أداء الحملة الانتخابية شكرا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو بالنسبة للوزراء هم مواطنون هم مواطنين كغيرهم مواطنين بإمكانهم أنهم كذلك حتى وما يكون عندهم انتماء سياسي ولكن ربما هذا لا يختلف فيه الناس ولكن شيء اللي يختلف فيه هو استعمال الإمكانيات تحت الدولة في العمل السياسي الوزير لما مثلا ينتهي العمل تاو ثم بعد ذلك يروح خارج أوقات العمل ينحي ربطة العنق تاو ويركفي سيارته ويرحي مارس العمل السياسي تاو له ذلك ولكن وأنه في أيام العمل يخرج يخلي الوزارة تاوه ويخلي العمل تاوه ويستعمل سيارة تاو العكومة والسائق تاو العكومة ويستعمل الموظفين هذا ما لا يقره القانون وهذا هنا تدخل هنا الخروقات وتتدخل الأمور هذا هو اللي نقدر نقوله في هذا الموضوع وبالنسبة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يعني فيما ينحصر عملها؟ هو بالنسبة للجنة كان لجنتين كان لجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وهذه مشكلة من قضات ويرأسها قاضي وهناك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهذه مشكلة أساسا من ممثلين مترشحين بالنسبة للجنة الأولى لمشكلة من قضات هي تنظر في كل الخروقات والتجاوزات التي تشوب وتصهر على تطبيق قانون الانتخابات والقوانين السريع المفعول وإذا عينت هناك خروقات فهناها لها إجراءات تقدر تدير تنبيهات تقدر تدير قرار وتلزم شخص مثلا بعمل بعمل ما مثلا إذا كان هناك عملية الإلساق تصور وغيرها في أماكن غير مخصصة ذلك أو في أماكن معدل الإشهار التجاري فبإمكانها أن تأمر بنزع هذه الخروقات والقيام بإزالة هذه الخروقات وإذا كان هناك خروقات أكثر من ذلك تشكل من تندرج تحت طائلة قانون العقوبات أو قوانين أخرى فإنها تحيل بعد إجراء معاينها وبعد التأكد إجراء تحقيق تحيل الملف على العدالة للنظر فيها تبقى للقانون أما بالنسبة للجنة اللجنة الوطنية لمرقب انتخابات فهذه اللجنة بالحقيقة يعني دورها بالحقيقة دور مش دور كثير يعني هي تعاين تعاين المسائل الخروقات وتختر تختر لها يعني حق الإختار تختر الجهات المعنية سواء اللجنة الوطنية للإشراف أو جهات أخرى وتقدر تطلب تطلب مثلا مساعدة الأعوان تقدر ولكن دورها بالحقا دور يعني ما هوش دور يعني جوهر واساسي في العمل الانتخابي ولذلك كانت كثير من الممارسين في العمل الانتخابي حابين تكون هناك هيئة وطنية للإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وهذه الهيئة تكون مستقلة عن كل الأطراف وتكون لها الإمكانيات اللازمة حتى يتسنى لها القيم بمهامها من بداية العمل الانتخابي إلى نهايتها لأن هذا الإكثار من اللجان هو في الحقيقة تمهيع لعمل بالإمكان أن تقوم به لجنة واحدة مستقلة وتكون دائمة ولها صلاحية واسعة ولها ميزانية وتكون معروفة إما أن تكون منصص عليها في الدستور أو يمكن أن ينص عليها بقانون خاص ولكن تكون لها فاعلية وتكون لها إمكانية سيدي بالنسبة للوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي قال أنه هناك أو طلب باتخاذ إجراءات ردعية أو تطبيق القانون على مخالفية القانون أثناء الحملة الانتخابية يعني كيف سيكون هذا والله إحنا هذا على كل حال إحنا نحترم يعني على حسب حالة من حالة أو يعني والله إحنا نحترم ما يقوله سيديوز في وزير الأول بالنيابة وغيره ولكن تبقى هذه في الحقيقة عبارة عن حبر على ورق لأنه إحنا نشوف الخروقات يوميا وهذا مما يخلينا نقول وعنا نمزل نبعات على باش نديره انتخابات حرة ونزهة نمزل نبعات كثير وربما هذه الخروقات تشوفي وزير هابط يعني فهمني وإلى لا بالسيارات تعد دولة والإمكانية تعد دولة ويدور ويدور في الحملة الآن الفريق الحكومي تقريبا كله بالإضافة إلى المنظمات الجماهيرية وغيرها كلها يعني تقوم بحملة لفايدة شخص مترشح وهو رئيس الجمهورية يعني الرئيس المترشح بالحقيقة هذا مما يخلينا نزهد في العملية الانتخابية ولذلك كثير من الأطراف تقول بأن العملية محسومة والحقيقة لا طائلة من ورائها لأن النتائج محسومة وربما سيدي هو شيء الذي حصل للمترشح بوزي 40 في أحد الولايات أثناء ربما هذا فيضل من غيظ نعم وكذلك المترشح عبدالعزيز بالعيد حتى يعني هذه الخروقات طالت حتى خارج الوطن يعني هذه المواطنة الآن رأي مختلطة عليها الأمور هل نحن أمام مرشح يعني مترشح للرئيسيات أم أمام رئيس الجمهورية الناس قاعدة تدور وتتكلم عليه وتتكلم على إنجازاته وعلى كذا الأمورها مختلطة حتى في ذهن المواطن أنت تشوف الفريق الحكومي كله تقريبا يدور يجوب الجزائر ويتحدث ويدعو إلى انتخاب على شخص معين ما يختلطش عندك المفهوم في فراسك إذن فهل نحن بعيدين كل البعد عن انتخابات نازيهة وشفافة ما زال ما زالت الجزائر يعني ما اشتلحق إلى انتخابات نازيهة وشفافة ما زال مدام يعني سيدي الوزير الأول بالنيابة يقول أنه يجب معاقبة مخالفية القانون مخالفي القانون يعني هل هناك يعني عقاب آني أو عقاب عقاب لا شيء يا سيدتي ولو بغرمة مالية هذا كلام فيه نوايا حسن طيبة نحترم الشخص ونحترم كذلك المنصب ولكن الواقع عكسى ذلك الواقع عراه شيء أحد أخر نشوفوا الناس اللي يخرجوا في الموظفين وخرجوا في العمل تاحا من المؤسسات قانون يمنع استعمال الوسائل تاحا الشخص المعنوي سواء كان خاصا أو عاما فإذا بيتلقى مثلا شركة تخرج العمل تاحا تديهم يحضروا في في مهرجان من المهرجانات وبالكيران يعني بالحافلة تنتاحا وشركات شركات خاصة يعني استعمال موظفين وغيره يروح يحضروا في مهرجانات تعمر الشح معين في الحقيقة هذا مما وش نقول لك احنا رب يجيب الخير وخلاص رب ان شاء الله احنا لن نأمل أننا نصل في يوم من الأيام الانتخابات شفافة ونزيعة ولكن في اعتقادي وبكل تواضع أنا نمزل نبعاد يعني سيدي هنا القانون يقول أنه يجب العقاب يعني هناك ثغرة في القانون القانون موجود تطبيق هو اللي موجود القانون في واد وتطبيق في واد هني قلت لك ذوك وزير لما أنا وزير في حكومة من الحكومات كنا نخرج على الستتالجية نحي الكرافاتة وننهي السيارتي ونروح ندير للعمل السياسي واحد ما يمنعني صحباش ندي السائق تاع الحكومة والسيارة تاع الحكومة والموظين والطاقم الأمني معايا ونمشي والناس يديروا لي في الطريق وديروا لي كذا واستنهوا الوزير جاي هذا ما أبقاش يعني ما أبقاش عمل هكما أنا مش عمل سياسي هذا يعني تداخل بين وظيفة السلطة التنفيذية ووظيفتي كوزير وعمل سياسي وهذا لا يخدم هذا ما هذا في النتيجة الحقيقة يموس بالعملية الانتخابية ولا يخدمها لماذا لأن المواطن تشوف المواطن مبهوت يعني يشوف يتفرج ولكنه مستقيل لماذا لأنه يرى شيء يختلف على النص النص زي والتطبيق شيء أخر يعني في النصوص القانونية ما شاء الله نصوص تتكلم على الحيات وعلى الشفافية ولكن في الميدال شيء أخر سيدي وهنا يعني دور لجنة الإشراف يعني ما دورها هنا تقوم بالشيء اللي تقدر حليه قال إذا لك تبعث قال هاكم دوتو تصور في المكان فولاني نحوهم قال ربما ما تكون هكذا يعني أمور بسيطة بصحباش تقدر توقف وزير ولا توقف كذا يعني ما دامت مشكلة من القضاة والقضاء غير مستقل يعني يبقى دورها غير فعال مسألة قاضي والله هي مسألة نظام نظام كل وكالنظام لماذا يسمح النظام الحالي القائم لماذا يسمح بهذه العملية هكذا تشوف تحلي التليفزيونات تلقى الوزارات وعلى تقريبا كلهم يقوموا في العمل الانتخابية وفي أيام عمل وفي مثلا في وقت العمل وبالإمكانيات هذا شيء مثلا شوفي أمور أخرى يعني إمكانيات ضخمة تستعمل والقالون المحدد يقول باللي ما لازمش الموتار الشحين يفوتوا ست مراير سنتيم يعني ما لازم ينفقوا أقل من ست مراير فما أقل خلال الحملة الانتخابية ولكنك تشوف انتها أموال تصرف مهرجانات وزرنا وخيل يعني نشوفه في بعض المناطق يعني شيء كبير يعني نتمنى وإن شاء الله ننظم باللي ما زلنا بعهد بالمختصر مفيد تيرا كقدمتيني كمحامي وكناشط فشق مني قانوني أنا أقول باللي مزل نبعاد يعني بكل صراحة مزل نبعاد على انتخاباتنا زيها نرجع إلى شقك السياسي يعني هذا بعد الوزراء عن مناصبهم ألا يؤثر يعني سيدي على طبعا هو الوزير على كل حال أنا قلت لك لو كانت تكون في الشفافية قادر الوزير الوزير ليس شرط لازم يكون يومين في الوزراء قادر يعطي تعليمات توجيهات كين الأمين العام كين المديرين يشتغلوا ولكن المسألة هي الخلط أنت على المفهوم أنه وزير في وقت العمل هذيك اللي قلت لك يعني هل يعني سبحان الله واحد يروح يخلي المنصب تعوير ويدي الحملة الانتخابية نسوها المطروح ذو كيف صيفتو كيف جرح هي روح صيفتو كمواطن هل عنده إذن عند رئيس الحكومة هل عنده مثلا عطلة هل ما عرف ناش مثلا نشوفوا في وزارة في الخارج هذي الناس عندهم عطلة يعني ما زالت هناك ضبابية يعني يعني ناس هذو هل استقالوا لا هل عندهم كونجي ما على بلش ما عنا ما عناش الخبر يعني الأمور رواضحة فلذلك نقول وأنه تمنى تمنى وأن الأمور هذه الممارسات يعني نفصلوا فيها رئيس أنا ما قلتك من الوزير ما يمرش هي مارش ولكن في أوقات الفراغ وبإمكانياته وبإمكانية حزبه نعم بإمكانيات الدولة لا يعني وليس بإمكانيات الدولة لابد أن نفصل بين إمكانيات الدولة وإمكانيات الحزب والإمكانيات الشخصية وإلا كيف وإلا كيف أشخد منقل الحياد وراث الحياد هذا هو السؤال المطبوح شكرا لكم سيدي الأستاذ عمار خببة كنت معنا في حصة ضيف التحرير إلى هنا مشاهدين نأتي إلى نهاية هذا العدد انتظرونا في عدد آخر إلى رقاء اشتركوا في القناة